يا صباح الخير على حضراتكم أوقات كتيرة وإحنا بنسمع عمالقة دولة التلاوة بنلاقي في بعض الآيات تخليك عينك تدمع كده أو تعيط وتتأثر قوي بالآية في بعض الآيات تلاقي في آية فيها بشرة آيات تانية تحس أن ربنا بيكلمك في الآية دي تحس أن الكلام موجه ليك ده اسمه فن التصوير النغمي للنص القرآني المقامات الموسيقية إزاي دخلت المقامات الموسيقية على قراءة القرآن الكريم في بعض الناس بتتوجس من هذا الأمر لكن عايزين نعرف بداية المقامات كانت إمتى مين أول حد قرأ بالمقامات الموسيقية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم كل هذه أسئلة طبعا وتفاصيل كتير عن المقامات الموسيقية الأصلية والفرعية منها هنعرفها منها الدكتور طه عبدالوهاب خبير علم المقامات اللي منعورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور أهلا بك فيك يا أهلا بحضرتك كل سنة ومتطيب صح السلامة وكل مشاهدينك ومتابعينك بخير يا أورو يا المقامات عايزين نكمل بقى ناخد مقام مقام ونضرب مثال لكل مقام عشان المشاهد يقدر يميزه هو يعني احنا مستنيين في بعض الأوقات يا دكتور قفلة معينة كده للمقام أنا مش فاهم مقامات اه بس بسمع كويس مثلا يعني فمستني قفلة معينة لا ايه قفلة تانية ده عبارة عن ايه الشعب المصري بيسمع كويس سميه قوي اه بيستخدم المقامات كويس وهو مشو أخب باله اه يعني بمعنى أصح أن أي رجل بيرجع بيته بيقول ثلاث مقامات تخيل وهو مشو أخب باله بيقول بيت ويقول عجم ويقول صبا لا هو بيقول صبا على طبقه وساعة والرصد ازاي بقى يخش البيت والسلام عليكم ده بياتي عاملين ايه يا ولاد انا عايز اتكلم معكم في موضوع بياتي بس الكلما اللي اقولها تتنفذ بقى عجب يا ولاد انا طوله النهار واقف على رجليها وتعبان فأصابها قال ثلاث مقامات ومشو أخب باله ولو داخل البيت لضيوف هيقول رصد السلام عليكم ورحمة الله بطبيعة لما بنحكي حكاية بنغير المقام على حسب الكلام في تنوع اه وطبعا مش هنغير الكلام إلا زا كنا حسين بالمعنى اه والفلاح البسيط كان يقولك ايه ده الشيخ الفلان الفلاني حسه حلم ده بيقرا بالحس مش صوت يعني بالإحساس مش حافظ بس حس الكلمة حس المعنى اه حس المعنى فاق دي الشيء لا يعطيه ازاي سأدخل القرآن وصل القرآن لقلبك وأنا مش حسه هي المسألة كده مسألة إحساس ومعاشة طيب نضرب بقى مثال على كل مقام مثلا المقام المعتد القراء المصريين بتبدأ بيه مقام البيات ومن غير ما تسألش معنا البيات لا ده أنا كنت هسأل سؤال تاني بس تفضل لما حداك تقول طيب ايه هو ليه طيب مش احنا قلنا انه كل مقام بيناسب آية معينة اه وكل آية بيناسبها مقام معينة نعم طيب هل احنا لو بدأنا وخلينا البداية كلها مقام بياتي اه طيب افرد الآية ده يثبت ان القرآن تشرب الحوار مع العقل والقلب والروح ده أنا داخل على الناس بقولهم سلام عليكم اه انا عايز اقرأ ايتي فانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولابد انهي بالبياتي برضو صدق الله العظيم لانه لما بعمل قصين حوالين جملة لازم بؤد بعض مش يبوا عاملين كده صح ولاني بطرق المستمع يتحور مع نفسي في ما قد سمعه انا بسيبه آية سرحان في اللي سمعه فيها مسألة حوارية الموضوع القرآن اه فيه لم يكن القارئ صاحب مهنة القارئ صاحب رسالة بيوصل بيوصل معاني ده مقام البيات المعتد بيشوف الآيات معناه ايه اه ممكن اه موظم القرآن يدخلوا على الرسط بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم ده قرار الرسط يبقى كده وصل لمرحلة وسط الصوت يعني ده بداية الصوت قرار بيبدأ القارئ بيبدأ قرار ليه؟ يكون بيمهد شوفت لعب الكرة كده سخن لو ما سخنش يجيلو شد عضلي كذلك القارئ لابد يبدأ واحدة واحدة كذلك ما رح تشوف الجماعة الروس بتاع الأوبرا لقيتهم بيعملوا حاجة غريبة لقيتهم بيعملوا قبل الحفلات او قبل في البداية يقولوا هون 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 لتل لينزل الاربع درجات وينزلهم اربع درجات وينزل اربع درجات يعني كان ببعد تلاتة الو جنس أصل المهم لأ نفهم هاديم على الشيء متخصص شويه بس سلم فهمتم المهم عبارها عن تمن درجات تمن درجات يبقى بينهم سبع إيه؟ أبعات. يعني أي رقم يبقى بينهم كم؟ دولة خمس أصابع يبقى بينهم أربع مسافات. فهم تمانية يبقى بينهم كم؟ سبع. أول ثلاث أبعات دولة بيقول عليهم جنس أصل المقام. أربع فيهم بوعد يقول عليهم بوعد فاصل والثلاث تانيين بيقول لهم جنس الفرع. ده تشريح أو تأسيم المقام. فانتفى يعني جماعة بتقول أبرا دولة وعيين هاوي مخدوها إزاي. أتاري القراءة بيعملوها كده. بيشتغل على الأربع درجات دولة في البداية. وده اللي بيخلي القارئ عمره صوتي أطول. ما يجهدش صوته. ولذلك شيخ مصطفى سبعين رحمه الله كان عنده فوق السبعين. ويوم وفاته كان بيقرأ في الإذاعة في دومياط. وكانه 25 سنة. وده اللي خلنا قلته جملة مهمة قوي. يموت القارئ بصوته. أما المغني فيموت صوته قبله. يعني المغني لأنه المغني بينفس تعليمات ملاحنة. هنقول عالي على طول. إنما القارئ زي ما يكون إيه مدلع صوته. واخد صوته واحدة واحدة. مربي صوته كده واحدة واحدة يخش على مرحلة تانية. فهو المعتاد أنه بيبدأ بقرار بيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجاء. مهد صبرحته يبدأ المرحلة التانية وسط الصوت يروح للرصد. ما ودعك ربك وما طلع. ويبدأ يطلع وسط الرصد. يبدأ يلمس جواب الرصد. يتنقل بين المئمات. يروح للنهواند. وللآخرة خير لك من الأولى. هنا السؤال إزاي أعرف المئم دا ما المئم دا؟ أولا في خمس مئمات بيتعرفوا من الطبقة الثالثة. دي السنة المئمات بقى. وفي مئمين ما نعرفوش لما الدرجة الرابعة. ومئم وحيد اللي تعرف من أول طبقة. قد التأسيمة بتاعت تمام المئمات. الخمسة اللي ما نعرفوش لما التالتة العجم الرصد نهواند الكرد الحجاز. إزاي؟ دايما نقول للعجم عامل كده. واحد تون واحد تون نص. يعني إزاي؟ التالتة صريحة يبقى دا ما أعمل العجم. على سبيل المثال. أنا سمعت جملة بتقول إيه؟ جملة نغم إيه؟ صلى عليك الله. مش عاف دا ما أعمل إيه. يقولت يبقى عجم. طب لو التالتة قريبة. بقت كده. يبقى رصد. طب لو التالتة قربت كمان. بقى أنا هاواند. في التالتة. يعني التالتة هي اللي بتفرق. اللي بتفرق. هي اللي نفرقيةهم وبعض. تالي. العجم. صريحة. ها. انها هاواند. التالتة اللي بينت. مجمد. العجم التالتة صريحة. العجم التالتة صريحة. أو في مقامين مايتعرفوش ارب الرابع. هو البيعاتي والصابق. مم. الصابق عامل كده. تلت اربع تلت اربع نص. يعني. أه. حاس بار رابع حزينة إزاي. رى مي فا صال. البيعاتي الصوت صريحة. .. يعني كده .. صريحة.. إنما المقام الوحيد اللي اتعرف من أول بileriكاية , جزا ما قوله ..겠다 .. درجة ركوز غير صريحة طيب أنا ازاي اعرف المقام لازم ادرس المقام زي ما قلت في البداية لون اللون..أنا قاعدة اسمع ما يام وأتعايش معه وكرر معه كأنني أعدت إنسان في غرفة أبيض فبيض. ولبسته أبيض فبيض. بعد فترة معينة يطلع بره يشوف سيارة بيضة يقولك يطلعينه وراحت لليه أبيض. طب أعده تاني يوم في لون أحمر. عمل معيشة. عمل معيشة. فهي أمسك مقام. أدرس أسمع القارئ أو الأستاذ. أمسك مقام. وده عملنا حلقات فزاعة قرآن كريم. وعملنا في مصر دولة التلاوة. وعملنا موجودة على السوشيال ميديا كتير. عزيم. إزاي أعيش القارئ في مام. وسمعه ولو يقول معي. وسمعه ولو يقول معي. وسيجي وقول لي وحده. وبعدين تمام. أقعد يسمعه وقوله مع نفسك. وبطل وقف التسجيل وقول لي وحدك. يبقى إذن فعلا كل حدا بالممارسة. طيب في بعض القراء ممكن يعني يدمج مأمين في آية واحدة. فنحسان هي حلوة. جميل. وفي بعض القراء يدمج مأمين لأ. ودهاني ما قابلتهاش. آه. بيبقى بيبقى في فكر تفكيرين أثناء القراءة. آه. وده غلط. ما قالوا واحد إلي بيخليك كعب لو ماشي. بيبقى مو خرح في حدة تانية. أقول له لأ. انت واخد قرارناك هتقولها بالجملة دي. ما تفكرش أثناء الأداء. لأن العقل الباطن أسرع من الزاهر مليار مرة. يعني الجملة اللي هي من مدتها لو ديها بتقولها انت جواك في عقلك الباطن في لحظة. آه. فانت ابقى خد القرار هتقولها بالطريقة دي. ما تفكرش أثناء للتنفيس. آه يعني ده معناه ان هو بس نقول سرح شوية. سرح. آه مش مسألة ان في مقامات ما ينفعش يجو مع بعض. لا ينفع. يعني اي مقامين ينفع يجو مع بعض. اي مقامين ينفع بس يكون راجبين على المعنى برضو. طب ما عايزين عايزين امسالة بعد ذلك. يعني مسلا. في مسلا مقام اسمه النايروس. ايه النايروس ده? بيات ورست. يعني حوار وانتهي على بشرة. والبيات ده حوار. الراست بتاع البشرة. يبقى بيات وانت زي ايه. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك لو مكت القبعين اولاد عسل. يبقى ازا المعنى بيكبر القارئ انو ايدمج المقامين مع بعض. زي العجم والصبا. العجم بتاع الملوك. الصبا بتاع المتذللين صحيح. اما اقول واذ قال ابراهيم مين اللي قال? سيدنا ابراهيم. واذ قال ابراهيم وربي قريني كيف تحيي الموتى? قال اولم تؤمن. ده مين? ربنا. لو قلناها بنفس المقام بل متحدث واحد وقال توكيد لفزي. انما لو ادقى قول المقامين دولت عشان اظهر ان ده المتذلل وده الملك. اه كد. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى? الملك. قال ولم تؤمن? المتذلل. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله. طب انا ممكن ادمجهم مع بعض. الملك مع المتذلل. بس بظهر ان ده كلام ربنا وده كلام سيدنا ابراهيم. هكذا. قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ملك. ام. انما لو قلتها بمقام واحد كده. قال ولم تؤمن طال بلى. بقى تقالة توكيد لفزي. اه. ومتحدث واحد. ام ام. يبقى ازا المامات مش مش هنا. ام. دي فلسفة اداء. وسيدنا النبي اوجز هذا الموضوع في حرف واحد. حرف التاء. اما قال كلمة ايه? يتغنى. ما قالش يغني. ام. ليس منا من لم. يتغنى بقرآن. قال ما اذنى. اي ما استمع. ما اذنى الله له شيء ما اذنى. انا بين حسن الصوت يتغنى بالقرآن يا جاربين. يبقى ما قالش يغني. ايه الفرق بين يغني ويتغنى حرف التاء. ام. طبعا هنشريل حنحط حرف التاء في كلمة تانية. اما يقول لك يا استاذ محمد انا هعيش في بيتك. ام. يعني ما انا هعيش في بيتك هعيش في بيتك بسلوبي انا. بسياسة انا. انما اقول لك هتعايش في بيتك. اه. يبقى هطوع نفسي. على الموجود. اه. على سياسة بيتك. اه. اذا اتغنى بالقرآن يعني اطوع النغم على حسب الاحكام. ام. انما الغلط اني اغني القرآن. يعني اطوع القرآن للنغم. صحيح. ولا ولا يوجد اي نص في البشر في الدنيا نص بشر يمشي مع النغم. ام. النغم الوحيد. النص الوحيد الذي يمشي مع القرآن مع النغم هو القرآن. ام. واحد يقول لك استنى لا انا مسكنا عليه الغلطة عما طهما والابتهال ما هو مأمات. والاغاني مأمات. اقول لك لا ده اسمه غنى. غناء. ام. ليس تغني. انما الاماتية مثلا اه على سبيل المثال. يا استاذ ابوهاب ما اقول لي. يا حبيبي هذه ليلة حبي. كلام كده. ام. اما هي اغنيها هتلاقي زود حروف. يقول ايه. يا حبيبي هذه ليلة حبي. زود واو. ده غنى. ام. انما القرآن ما فيش الكلام ده. صح. القرآن الحرف حرف. ام. المد مده. اه. صح. والقصر قصر. لا الاحكام. والقارئ المتميز اللي ما يحاولش ايه يعني يتجنى على القرآن عشان يخدم الايه? ام. النغمة. ازا كان هي رب العرض للسكون حركتين. يؤثر على الحكم. اه. اه. في في مقابل انه يدي النغمة حقاها. والله. زيادة. لا العرض للسكون حركتين. او اربعة او ستة. ما يزودش عن كده. مش اتنين. خلاص الكلها يبقى اتنين. مش مرة اتنين ومرة اربعة ومرة ستة. ام. فالنغمة هتطول مني لا. النغمة هتطول الحكم لا. ههم انا مضبط اموري على ايه. ماشي بالسياسة. ده ده المتميز. وده اللي كان بيخلي القرآن القدامة متميزين في الحتة دي. ام. انه عمر ما تلاقي قارئ مسلا بيجي الحكم. زي الشيخ المنشاوي مسلا او الشيخ الحصري. ام. ما الناس دي كلها كان بتقول مقامات وفروع المقامات. ام. انما عمرها لم تتجنى على القرآن. طيب. بعض الاواب بنسمع حاجة اسمها جواب الجواب. اه. دي لها عبارة ان ايه. يعني ايه القرار. يعني ايه طبقة العريضة. دي دي قلناها خلاص اللي بيبدأ بها القارئة التلاوي. الغطاء. الطبقة العحدة. اه. جواب الجواب غطاء الغطاء يعني. اه. ايه يعني المقامات اللي لها جواب جواب. اللي هما كل المقامات لها جواب جواب معادة الرصد والنهوان ده على فكرة. ام. الناس ولك اه جواب جواب الرصد. لا. اصلا انا ببدأ من هنا درجة قرار بيت. طلعت اربعة درجات عشان اوصل لقرار الرصد. ام. فاذا الدرجة الاحداشر اتبقى جواب الرصد. قلناها وانت. ام. عشان اطلع لجواب الجواب دي صعبة جدا. ام. مش هوصل لها. انما المبتهل ممكن يقول لك انا بقول جواب جواب الرصد. لانه ممكن يبدأ رصد تحت. يبدأ اه. لا اله الا الله. يعتبر هنا قراره. ام. يقوله قرار رصد. مش بادي. ام. فممكن يقول جواب جواب الرصد في حتة دي. ام. انما الاسوات طبعا اه. كل انسان بيبقى بيحب مقام. بيقول انه بيعبر عن شخصية عن حاجة جواه. ده بالنسبة القراء. اه. في قارق. يعني شخصية القارق بتؤثر عليه في اختيار المقام اللي هيقرابيه. اكيد احيانا. بيبقى ايه. اه. دايما اقول لي كده دايما. اللي بيعمل للعجب ده القيادي اوي. ام. ام. مسلا. قلنا بقى مقام الملوك بقى. اه. اه. الراست المتفائل. ام. انه واند العطفي الرومانسي. طبعا ده احنا كده ممكن نحلل شخصيات القراء الكبار. اه. بنحللها. فعلا. اه طبعا. بنحللها من اختيار ما. بس المقاء القراء اللي انه هو انا اقول عليه. انه هو متمكن اوي في القراء اللي بيلغي شخصيته. ويتكلم عن ما في القرآن. بيتعامل مع نص القرآي. نص القرآي. اه. يعني يعني دايما نقول له اعمل فصل تام بيتربى القرية هنا على هذا الاساس. انت مع القرآن انسى. عندك مشكلة في البيت عندك اه. طب انا عندي مشكلة في البيت وراح اقرأ. يبقى اضها كلها حزن. مينفعش. لا لابد اعمل فصل تام بين حياتي الشخصية وحياتي مع القرآن. طب احنا عايزين نضرب اه مثال بقاية. ايا كان بقى المقام فيها جواب وجواب الجواب. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده يعتبر احنا جواب الواقع بالسيكة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ده جواب. جواب جواب. إياك نعبد. جواب. اياك نعبد. قرار. اياك نعبد وياك نستعين. ده قرار. يبقى الفرق بين القرار والجواب. جواب الجواب خمستاشر طبعا. اياك نعبد وياك نستعين. توعدتهم معي. اياك نعبد وياك نستعين. هو العكس من القرار اللي جواب جواب. اياك نعبد وياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق العظيم. ليه ما قرأتش؟ يعني عندنا العلم وعندنا الموهبة وعندنا طبقات كلها سبعتشار طبقة موجودية. واكتر. طيب. وصايم بقى. كمان. لا يعني هو في ناس ربنا كده بيوظفهم حاجة. اه في لكل واحد دور. في حياته. في القرآن بالذات. يعني ربنا خصص ناس للتحفيز. خصص ناس للقراءة. ادي حاجة. انا في البداية كنت قارئ. وانا طفل. وكان كله متوقع. ان طيب ده هيبقى القارئ الازاعي والعلامي. والكلام ده سنة مسلا اه اه اربعة وستين خانوستين. اه لكن احيانا ممكن تحصل حاجة في حياة الانسان توديف تجاه اخر. اه. وقلت الكلام ده سنة اربعة وسبعين. كان ظهور فكر متشدد. فكنت بقى اذن في مسجد بصوت حلو اوي. فواحد دفعني وانا في الادان. قال لك مينفعش ده صوت حلو اوي مينفعش الادان. مم. وخد المايك ودن ادان غريب قولك ده الشرع يعني. الله اكبر. حاجة كده صوت موزعج يعني. فطبعا اه حاولني تحويلة تانية روحت بقى ادرس موسيقى هو ربنا رأيت كده. مم. فوانا عندي تمنتاشر سنة كان بداية تعرفي بالشيخ علي ابراهيم سليم قاري الازعي. مم. قبل ما اعتمد في الازعي. فكنت عايز اوصله موضوع المقامات. يعني عايز يتعلم مقامات. فكان اول قاري اعود معاه في هذا المجال. فاكتشفت نفسي من خلال هذه الجلسة. طيب. ازاي شيخ محمد صديقي بن شاوي وصل لدرجة التحكم في احساس المقام. ويعني احساس المقام. احساس المقام. اي اي مقام ممكن احزنه. اي يعني احزنه? فيه البعد اسمه البعد نص ستون النص البعد ناقص. مم. الطبقة ديت اما القاري بيقولها بي بيحزن الجملة. يعني مقام السيكة اللي هو مبهج جدا. مم. ما يسمعهش ما يقوله الشيخ المنشاوي يتكب صوته على الحتة الحزينة. لان بطبيعتي قاري بكاء. مم. فيذهب الى المنطقة الايه? يعني اسمع كده. اه هقول الجملة بنفس المقام. هتلاقي مرة مبهجة قوي ومرة حزينة. مسلا. قل ده الله جاء ويده الرحمن. من شاوي بيجيولها يحط صوته على الحتة النصط اللي بيقولها. قل ده الله جاء ويده الرحمن. حزن مقام قوي. هو طبيعته كان في حاجة حاجة بينه بين ربانه. من شاوي يمكن عيلة المنشاوي نفسها ما عرفه عشو. اما ربنا بيرفع ذكر حد. صحيح. بيرفعه. حتى لو كان ايه? ملوش يد حتى لو ما عملش حاجة. اما تيجي تمشي في طنطة. ارقم كان في طنطة فين. المنشاوي المدرسة والمستشفى والشارع كله. الشارع المنشاوي. اما تشوف معهد المنشاوي القراءات. هيخطف في بالك مين اللي عمله. هو. هو. وبعدين مسجد المنشاوي بقى مين. ومستشفى الفقراء يبقى مين. شارع كله المنشاوي. هو شيخ محمد صديقي المنشاوي. ليس له صلة بالموضوع. ده هو واحد تاني. سبحان الله. المنشاوي باشي. بس الناس وضعت في اعتبارها. ان الذي قدم هذا العمل. هو ربنا اراد له الايه. وذلك اقوله عليه ايه. من القراء الذين بارك الله في اعمارهم. وبركة العمر ليست في العمر اللي عيشه. لا. انه في وقت عاشه وقت متى بين 40 سنة 40 سنة تقريبا. عاشت 40 سجل اسمه في التاريخ بحروف من ذهب. سبحان الله طيب. اخيرا يا دكتور طه نصيحة حضرتك للشباب الجداد من القراءة. اولا اتقوا الله في القراءة. اوعد جامل على حساب القراءة. اجتهد بقدر امكانك وثق. ان من مع القرآن لم يكن خاسرا ابدا. ابزل وقتك وجهدك ومالك وكل حاجة في سبيل تعلم القرآن. حتى اذا لم يكتب الله لك ان تكون قارئ مشهور. ثق ان الله سينفع بك في اي مجال. ويفتح لك ابواب اكيد لم تخطر على بالك. دايما اقول للقارئ. القرآن تعامل معه انه ده شفيع لك. في القبر وفي يوم الزحام. فتخيل كده انك بتخدم حد بياف معك في وقت الزنات. حد مسؤول. تخيل بقى انه القرآن الذي لم ولن يتخلى عنك. فابزل كل جهدك. لا تجامل. احترم احب القرآن. او اتفكر ان كل قارئ بينجح على قدر زكاؤه. لا. على قدر حب القرآن. ولابد مش تبقى حافظه خلاص. الاهم من كده ان تتخلق بخلق القرآن. صحيح. دي اهم اهم حاجة. ليس اهم حاجة بقارئ مكتهد. لا. وليس كل اهل القرآن اهل الله وخاصاته. لا. من يتخلقون بخلق القرآن. صحيح. وربنا ما اراد ان يمدح سيد النبي املوش يا جميل او يا غني. قال وانك لعلى خلق ناضي. يعني وانك لعلى مالوش وانك لذو ولا صاحب. يعني فوقه. على وتفوقه الاخلاق. اذا اهم حاجة عند القرآن ان يكون خلقوه القرآن. تأثر. فهذا الاهم. شكرا جزيلا لحضرتك. انا ساعدنا وحضرتك واشرقنا لك على شرقنا والله. وتماني طول 3-4-10 ساعات. بصراح السلام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.